وجد اليمنيون بلدهم يقفوا أمام مفترق طرق حاسم أمام التبايونات التي تحملها الأطراف المتصارعة حول مستقبل البلاد خيانة الحلفاء ومساعي الانتقال الانفصالية وهيمنة الميليشيا على شمال البلاد غير أن خطاب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للوحدة جاء بمثابة صدمة تلقاها الشارع اليمني وعصفها كثيرون بالخيانة من قبل أبرز موقع دستوري في الجمهورية اليمنية لقد كان أخواننا الجنوبيون سباقونا إلى الوحدة تنشئة وفكرا ونضالا وظلوا مخلصين لها ولا يمكن أن يكونوا مخطئين في ذلك وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب الصيف 1994 هكذا بدى موقف رئيس المجلس خطابه الرسمي أمام التحديات التي تواجهها البلاد شمالا وجنوبا تحولت معه الوحدة اليمنية إلى مجرد محتوى أفرغ من مضمونه وعوضا عن البحث عن مسارات تصحيح الوحدة وإزالة ما شابها من عوالق النظام السابق بات يمنح دعوات الانتقال مبررا للانفصال يبدو أن مفهوم الوحدة من أكثر المفردات عرضة للهجوم رغم ما يشكله هذا الخطاب من تهديد للدولة وتماسكها أمام المحاولات الداخلية والخارجية لتجريفها فهل يمكن للانفصال أن يقدم حلا للأزمات التي تواجهها البلاد أم أنه سيضيف إليها معضلة أخرى لن يبرأ منها اليمنيون لعقود طويلة قادمة إنه اتحادنا بالمجلس عند قائم جنوبي جاء بعد مشاورات مع الأخ المناظر عيدروس الزبادي حول خطورة حالي المحاول يبدو أن تأثير الرئيس العليمي سيكون له ما بعده من تبعات على مستوى القرار الوطني وعلى مستوى الشارع الذي باتت تحيطه هواجس تقسيم البلد ليضاف إليها هاجس تجريم الوحدة كنهج بديل لمعالجة الأزمة المصاحبة لها خصوصا أن كل دعوات الانفصال التي باتت تحظى بمباركة غير معلنة من الإقليم لن تخدم سوى الانتقال ومليشي الحوثي وجندتهم التي تتعارض مع مطالب اليمنيين باستعادة دولتهم وحفظ سلامة اليمن اليمن الأرض والإنسان